أستاذ دوريد بما أنه عيد الحب هو مش بس الحبين حبيبين هو حب الأرض حب الناس الناس لبعضة الفناني أصالة نصري بعد خلافات وبعد تصريحات حضرتك قلت أنك ما بتعرفها وهي تعتبت عليك لموقفك سياسي وا 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 حديث يطول ما بدنا نفوت فيه طلعت على قناة النهار المصري ووجهت لك رسالة حب شو بتقلها ووني عم بتغني لك الغنية الأحلى والأقرب لقلبك وقلوبنا كلنا شو بتقلها لأصالة نصري الليلة بعيد الحب ايه يا قلبي بدون شك أنا بحبها وهي دايما كانت ناديلي بابا اختلفنا بالرأي معلش دائما الرأي هذا خلاف خارجي لكن بالداخل بعدها موجودة بس بتقلها بحبك بس بكفي شو بدك أكتر من هيك بعض طيب إن شاء الله توصل هالرسالة لأنه مرتو ما قلب حبك هي قالت له أنه أنت بتهبني منيها لقلب تهبك يعني بدك تكفي لأصالة الغنية بدك تكفي لأيامو ولا لأ شو ما عملت يامو مبك فيك نصيف بده يكفيها أنت وإستاذ دوراد يلا شو ما عملت يامو مبك فيك ربي وحده قادريك فيك ترطي علي من قلبك وسمحيني ربي طول عمرك ويخليك يامو يا مو يا ست الحباء يا مو يا مو يا ست الحباء يا مو تسعة شهور مبك فيك تحليك يا أمو يا أمو يا سبح الحنى يا أمو يا مغرت يا ملد فيني يا مجعت يا أمال الطعب وكم جوز جرباك رقعتي لدي كل هالشي بابين فيني يا مو يا مو يا مو يا مو يا صبي الله يعني شو فينا نقول بعد هالجمال وهالأغنية الرائعة وهالإحساس الحلو اللي قديتها فيه نصيف بعرف أدي علاقتك بالوالدة وخبروني أنك تفتش على عروس أو على صبية تحبه بتشبه أمك؟ مو فتش يعني بتخيل أي إنسان بيتمنى ما بيتجي تفتيش بحس اللصة بس بتمنى بيتمنى تمنى أنه تكون مثل الماما أكيد يعني ما بعرف ما راح تخيل حدا يجي يحبني أكتر من أمي وزايجاني حدا بيحبني مثل أمي فعظيم ويتكون مثل أخلاق أمي مش كثير هلا تحبك مثل ابنة مرتك زياد قول ألو تقول لها مشي على الأودة تقول لها تنايمك وتفل مثلا قول ألو نفسي ألو 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 أيوة أهلا 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 أمي ماما مساء الخير مادام سامية زيتون أمولا والدتولا النجم الرائع نصيف زيتون أهلا وسهلا فيك خب مساء النور مساء الخير يا حبيبتي شو مشارفيتنا لهون اليوم الله يخليك أول عمرك وخليك مرد مرد نصيف هيك يعزبك بصغره أم صعب كان أم سهل شو كان كيف كان طفولته لا الحمد لله الله نصيف طب إذا بدك تقيله كلمة لنصيف الليلة بعيد الحب شو بتقيليله؟ أهلا الله يوفي و الله يبعثك حلال يا رب خليك يا أم خليك يطول عمرك دعوات الأم استجابة دايما شو بتقيله نصيف للوالدة؟ أنا بالله الله يطول عمرك وخليكي فوقنا فوق راسنا وفوقنا تخليكي فوق راسنا و وطول عمرك أنتي والبابا وأنا سنانسة إخواتي يعني وهي العزب الحياة الوحيد لها ويخلي أنا كثير بحس الأم هي العيلة والعيلة هي الأم فكلهم بمثابة بعض الله يطول عمرهم ويخليهم وبصحتهم جميع الدني الدني أم الله يخليكي مدام سامية زيتون شكراً شكراً كثير على اتصالك ونحنا منعيدك بعيد الحب ومنعيد كل السوريين إن شاء الله يا رب هيدا العيد يحمل معه الحب والسلام على سوريا ولبنان وكل الأم العربية يا رب شكراً